ما يميز كل فريق خلينا نبدأ بالحديث عن سريعا نبدأ بوفاق طبعا أصعب فرقة يعني طبعا وكلهم إن شاء الله النادي الاهلي قادر أنه يعدي أي فريق فيهم بإذن الله في الخبرات والنادي الاهلي أقوى منهم بكتير بدليل أن الاهلي أكتر فرقة فيهم حفظت عن نظافة شباكها نادي الاهلي فيهم أقل فريق فيهم خسارة نادي الاهلي طبعا أكثر خبرات من أي فريق ولكن الفريق اللي يقلق شوية في الثلاثة حرية حرية الغيني فريق أولا فريق حرية فريق بيلعب كرة كويسة جدا معهم مدرب فرنسي عندهم ثلاث لعبة قدام بيعتمد على السرعات على الاختراك من الأطراف بشكل مماس جدا ما كان معهم في المجموعة أنا شايف أنه كانت أقوى مجموعة الوداد المغربي سانداونز حرية حرية مخسرش طول البطولة ولا مطش غير من الوداد في ملعبه في محمد الخامس نين سفر طبيعي أن أنت تخسر من الوداد على ملعبه لكن بقى المباراة نفكر مشاهدين أو نطلعهم على بعض الأقام طبعات هذا الفريق طالما قلت أنك شايف أنه أقوى فريق في الثلاث فرق الفريق ده لعب عشر مباريات فاز في خمسة تعادل في أربعة منية بهزيمة واحدة سجل أربعتاشر هدف استقبلت شباك وتسع هداف الشباك النظيفة كانت في ثلاث مباريات كلمنا أكتر عن طبيعة أداء هذا الفريق أول حاجة طبعا المدرب بتاعهم فرنسي اسمه فيكتور ده موجودة برضو على الشاشة قدامنا هدف الفريق عندهم اسمه مندلة اللي هو بيلبس رقم 30 جناح يمين هدف الفريق أخرز أربعة أربعة أهداف والأكثر أسستف هو برضو بريفو منساة ده ثاني أكتر لعب أسستف البطولة يعني أكتر لعب صنع أهداف بعد علي معلول علي معلول رقم واحد خمسة بريفو منساة رقم اثنين اللي هو صنع لألعاب بتاعهم جاي عمل أربعة أسستف طبعا هما بيلعبوا بطريقة لعب أربعة أثنين ثلاثة واحد نفس طريقة لعب النادي الأهلي دي طريقة لعبهم عندهم الرباع اللي قدام داودة كاميلو رقم تسعة وبريفو منساة اللي هو الأكتر أسست ده صنع الألعاب ومندلة اللي هو هدفهم اللي هو جاي بأربعة أهداف رقم 30 وقدام كمارا يمكن نقطة كوت الفريدة بيلعبوا دايما على الأطراف بشكل مميز جدا سرعات الرباع اللي قدام دايما عندهم تحول سريع من حالة دفعية للحالة الهجومية دي من الحاجة اللي بتميزهم جدا في الفريدة خمس أهداف المدير الفني الفرنسي فيكتور سفونكا تمام جاء خمس أهداف في دور المجموعات من كرات عرضية وهدف من ضربة روكنية فده يأكد لك أن الفريدة كل اعتماده دايما على لو عرضنا بعض الفيديوهات لهم أو الهدف هنلاقي أن أغلب أهدافهم جاية من الكرات العرضية دايما اللعبة بيبقى تمرير طولي في ظهر الباك الشمال سواء علي معلول أو فاتحي وتلاقي على عرضية لعبة دي يمكن مصدر خطرتهم الفريدة كان في أقوى مجموعة مع الوداد ومع سانداونز في آخر ماتش كان يهو يا سانداونز اللي يصعب في ملعب سانداونز يعني يا أم حرية يا أم سانداونز اللي يكسب فيهم سانداونز محتاج يكسب عشان يصعب سانداونز على ملعبه ما يقدرش يكسب الفرقة دي فده يأكد لك ضعفهم وهي التمركز في الضربات الروكنية عندهم التمركز في الضربات الروكنية اللي شفنا هنلاقي برضو ده كان جينيريشان فود ده في دور المرحلة اللي قبله دور المجموعات الفريد اللي كان خرج المقصة كانوا جايبين في هدف من الضربة الروكنية نقطة ضعفهم الفريدة الضربات الروكنية من أحد نقاط ضعفهم طبعا الوداد المغربي وماتش برضو الوداد وحرية هتلاقوا طبعا احنا مش معنا الحقوق ولكن الوداء تسجل في الفريدة من ضربة ركنية كلها تقريبا من كرات ثابتة أو كرات عرضية الكرات اللي دخلت مرمى هذا الفريدة وعندهم مشكلة كمان في الباك الشمال هم عندهم مشكلتين واضحين أو التماركس في الضربات الروكنية زي ما احنا شايفين على الشاشة الحاجة التانية المساحة أو الفجوة اللي وورا الباك الشمال عندهم اللي هو اسمه نول رقم 12 هتلاقي الأهداف كلها يضربة ركنية كده من كرة عرضية يأم المساحة اللي وورا إن شاء الله يقدر يستغلها وليد سليمان لو وعنا معهم في القرعة فالفريدة فريدة وعندنا هدفين من السبع أهداف اللي دخلوا مرمى هذا الفريق هدفين لعب حر في ظهر الباك الشمال هدف من كرة ثابتة هدف من عرضية أرضية هدف من كرة عرضية هدف من كرة طويلة في ظهر الباك الشمال واضح زي ما قلت يا دكتور أحمد ممكن نلعب أو نركز على الجبهة دي نقطة ضعفة عند الفريدة وهدف راكل الجزاء بعد لعب حر في ظهر الباك الشمال أيضا طبعا الفريدة واقع في أقوى مجموعة كان مع الوداد ومع سنداونز مجموعة قوية جدا الفريدة صعد على حساب سنداونز الفريدة مخسرش ولا ماتش من أول البطولة إلا في الوداد في ملعبه طبعا ماتش الوداد في ملعبه بيبقى ماتش رخم الوداد فريدة يقول على ملعبه فمن الطبيعي أن أنت تخسره فأكد أن ده أقوى فريد من وجهة نظري عندهم كمان المهاجم واحد ينافس على قائمة الأسست بريفو منسا يمكن الفرقة الثانية كلها ما عنداش حد ينافس على صناعة الهداف هل تعتقد أن كارتيرون هيركز حسب كلامك لأنه أكيد الجهاز الفني للأهلي ودراسته وتحليل أداء الفريق هيجد نفس الأرقام فهل تعتقد أنه هيبقى فيه جبهة يمنى قوية جدا هجوميا هيركز على بيها اختراق الجبهة الضعيفة طبعا أكيد وليد سليمان كمان هيبقى راجع من الإقاف على المبارد طبعا وليد سليمان يقدر من خبراته لما شفناه وليد عمل إف ماتش الترجي في رادس هناك كان واحد من أفضل اللاعبين يقدر وليد بخبراته يستغل صغرة الجبهة اليسرى كمان لو لعب باتنين فراودة سواء وليد أزاره بسرعاته حيسبب لهم مشاكل كبيرة جدا وليد أزاره بصراحة بيقدم يعني أنا بشوفه من أحسن الصفقات اللي جات النادي الأهلي في آخر السنوات يعني صفقة مميزة جدا وليد أزاره عنده السرعة عنده الشراسة يقدر يضحك على المدفعين يقدر يتحرك بدون كرة بشكل مميز جدا هداف سريع بيمارس الضغط العالي يمكن أي مدرب هيجي في النادي الأهلي سواء بها كارتيرون سواء أي مدرب حتى ما كان كابتن حسام البدري كان دايما رقم واحد عنده أزاره ليه؟ رغم أنه بيضيع يعني إمبرح مثلا ضيع فرصة سهلة لكن عنده أي مدرب ليه؟ بينفذ الضغط العالي مهاجم شرس مقاتل بيروح على الجن كتير طول ما هو بيروح وبيوصل طبعا بدنيا عالي جدا الضغط العالي بتاعه عالي بيوصل للجن كتير سريع يقدر أنه يضحك على المدفعين يلبسهم ضربات جزاء فاولات من حوالين منطقة الجزاء بيشتغل شغل محترم جدا تشوف أن وليد أزاره أفضل أفضل مهاجم في دوري أبطال أفريقيا أفضل مهاجم في دوري أبطال أفريقيا يعني في المهاجمين كلهم حضرتك مثلا هتلاقي في الهدفين عنده مالونجو اللي هو مهاجم مازينبي دا يمكن تاني أفضل مهاجم بينفس أزاره ولكن وجهة نظري أزاره أسرع سرعة وليد أزاره مش موجودة في مهاجم دي اللي بيفرق دايما مع النادي الأهلي سرعة وليد أزاره وليد أزاره لو بيغيب هيفرق مع النادي الأهلي وكويس أنه ما رحلش يمكن منحص نحظ النادي الأهلي أن الصفقة بتاعة النادي السنة تعصرت وليد أزاره واحد من أفضل المهاجمين شايف أنه في الفترة دي كان يبقى غيابه مؤثر على هجوم الفترة